ما قول حضرتك فيما يحدث الآن بأنه من علامات الساعة الكبرى وما قولك بأن العالم الإسلامي تقريبا مدته 1500 سنة وأن الساعة اقتربت أول مرة أسمع حتة 1500 سنة أن عمره أمة النبي 1500 سنة ما عرفش مش بداعي أن أنا حصرت العلم وعرفت كل حاجة بس أول مرة أسمعها قرأنا قبل كده مع المشايخ وعلامات يوم اليوم ما عرفهاش يعني فده معلومة جديدة علي لكن ما قدرش أقول من علامات الساعة الكبرى لأن الزلازل اللي ممكن تحصل دي مش من العلامات الكبرى دي من علامات الصغرى وحتى لو في أحداث كبيرة فيها أحداث زي الزلازل والحرائق الكتيرة من العلامات الكبرى لا يبدو لي فيما أعرف أنا على قد علمي يعني لا يبدو لي أن دي من علامات الكبرى وبالتالي أقتربت الساعة سنة وعمر الكون مليارات السنين والإنسان عمره على الأرض من 200-300 ألف سنة حسب أقوال المتخصصين يعني فطبيعي لو ناقص ألف سنة يبقى الساعة اقتربت لو ناقص عشر تلاف سنة من التلتمائة ألف سنة من مليارات السنين الكرة الأرضية أو العالم موجود لا يعني يعني طبيعي حتى لو ناقص عشر تلاف سنة فناقص حتى قد كده لو قارناها باللي فات فأنا بالنسبة لي مسألة اقترب الساعة دي ما النبي قال بعثت وأنا والساعة هتين وربنا قال اقتربت الساعة فهي قربت هل على الجيل ده أو اللي بعده أشك لا أتصور أن الساعة على قد معرف لا أتصور أنها في الجيل ده أو اللي بعد وربنا ياخد بيديا وهقولك زي ما النبي عمل يا رسول الله متى الساعة قال ما أعددت لها قال له ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولكني أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت شكرا